أعود إليك أستاذ حسن أستاذ أحمد حسن مفاوضات تركيا مع فنلندا والسويد بدأت تعقب يبدو طيب مفاوضات جديدة تنطلق قدن بين تركيا وفنلندا والسويد في مقر النيتو ما أهمية هذه الجولة ماذا يمكن أن تقدم نعم هناك أهمية من ثلاث نواحي الناحية الأولى في الملف السوري الناحية الثانية في الملف الدولي الناحية الثالثة في ملف الداخل في تركيا لا ننسى أن توقيت هذه المفاوضات جاء في توقيت التحضير للانتخابات وهذا مكسب سياسي للرئيس بغض النظر عن نتيجة هذه المفاوضات مجرد هذه المفاوضات يعني مجرد أنت تقول دولة معادية لتركيا تدعم الإرهاب جاءت إلى مقام الرئيس أردغان للتفاوض معه هذا مكسب سياسي بغض النظر عن نتائج هذا سواء حققت نتائج أم لم تحقق نتائج على الصعيد الملف السوري المفاوضات الرئيسية تدور على موضوع علاقة هؤلاء بقسد وبعض المجموعات العاملة في الشمال السوري حتى الخلافات الحالية هي الخلافات الرئيسية في هذا الجانب حزب العمال الكردستاني ودعم وحدات الحماية الكردية وهذه المشاريع الموضوع الثالث هو الدولي يعني الرئيس أردغان حاليا بات يمتلك أوراق يستطيع فيها ابتزاز روسيا والاتحاد الأوروبي في نفس التوقيت يعني هذه الطاولة التفاوضية مفتوحة على اتجاهين هي مفارقة أن تركيا لا تبتز بقدر ما تحاول أن تحصل على حقوقها يعني هذه الأمور محقية تحمي نفسها من التنظيمات الإرهابية نعم هذا كلام سياسي يقال دائما في التسويق يعني بحيادية سياسية دائما الطاولات السياسية ابتزاز يعني إما أنت ضعيف وإما أنت قوي ليس فيها أخلاق ليس فيها مبادئ ليس في أي شيء يعني سيقولون لك بالمنطق المبادئ يقولون لك لماذا لا تفعل نفس الموقف مع ألمانيا ألمانيا أيضا تدعم فعاليات حزب العمال الكردستاني لماذا تفعلها مع السويد فقط المسألة فقط أنت جئت إلى بابي في فرصة الآن نعم إجئت إلى بابي مضطرا وأنا هنا سأفرض الشروط التي أريدها هذه الشروط مرتبطة بأوراق التفاوض يعني ماذا تريد بس مكان التفاوض الآن بروكسل وليس أنقرة وليس أسطنبول لا 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 أنقرة أنقرة هي التي تحدد مكان التفاوض هي التي تحدد مستوى التفاوض لأن هذا المستوى إذا لاحظنا بموضوع لا رايحين يلتقوا ببروكسل المكان الفني غير مهم يعني الذين يجلسون على الطاولة ليسوا صاحبين قرار صاحبين القرار كلهم في عاصمته يعني هنا في تركيا معروف صاحب القرار الوحيد في هذا الجانب هي الاستخبارات والرئيس أردوغان أما هؤلاء فقد يمثلون وجهة النظر الحكومية نستطيع أن نقول المفاوضات سبب أنها مفاوضات شقة هي ليست مع فنلندا والسويد هي مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا بالذات يعني هذه الدول الثلاث تركيا لا تتفاوض فقط مع فنلندا والسويد تريد أن يضع الاتحاد الأوروبي والناتو سياسة تراعي حرمة الأمن القومي التركي هذا موقف يعني حساس جدا وموقف لم ينتقل إليه أردوغان إلا في هذه السنة وترجمته عمليا العملية العسكرية المرتقبة في الشمال السوري ترجمته أن أردوغان لم يعد يحتاج العملية العسكرية يعني بمعنى آخر كيف؟ العملية العسكرية التي يحتاجها أردوغان في الشمال السوري تحققت أهدافها؟ نعم لم يعد يحتاجها من أجل القسد إنما بات يحتاجها من أجل الداخل التركي يعني قبل الانتخابات إذا احتاجت تركيا هذه العملية لتصحيح مسار الانتخابات قد يقوم بها الرئيس أردوغان أما إذا لم يحتاجها لا اشرح لي هذا الكلام يعني إذا احتاج الرئيس أردوغان الأكراد وبالذات الأكراد التابعين للمنهج القريب لحزب العمال الكردستاني والحزب الشعوب الديمقراطي إذا احتاجهم الرئيس أردوغان في الملف الانتخابي قد يقوم بعملية عسكرية إن لم يكن يحتاجهم وكان كافيا الأكراد الوسط في هذا الجانب الأكراد المحافظين إن كانوا يكفون للرئيس أردوغان فإنه سيتوجه باتجاه آخر ولا علاقة له بالعملية العسكرية في الشمال السوري الرئيس أردوغان لم يعد بحاجة عملية حزب الشعوب الديمقراطي ومؤيده سيغضبون إذا ما نفذت العملية العسكرية حاليا إذا نظرنا إلى سياسة حزب الشعوب الديمقراطي هي نفس الفترة التي بدأ فيها ما يسمى الحل الكردي في تركيا بدايات حزب العدالة حين حصلت المفاوضات كانت كانت كان حزب العمال الكردستاني منقسم إلى اتجاهين اتجاه يدعم إيقاف العمليات العسكرية والتفاوض مع تركيا واتجاه ثاني يدعم استمرار الصراع وحسم هذا لمصلحة تركيا حاليا ممكن أيضا إضعاف هذا المشروع عبر الضغط السياسي والأمني على حزب العمال الكردستاني آخر فترة يعني منذ شهرين أو ثلاثة عدد العمليات التي تم تنفيذها ضد قيادين في حزب العمال الكردستاني عدد الذين تم الاتيام بهم على يد الميت عدد الذين سلموا أنفسهم داخل الميت أعداد كبيرة جدا هذا موقف يحسب لحزب العدالة وموقف يجعل موضوع العملية العسكرية ليست قيد التداول بشكل فوري خلال المرحلة الحالية رغم الغزل السويد والفنلندي بتركيا أنا أتوقع أن المنطقة الآمنة أهم لهذا قلت الضغط على الأكراد هناك فرق بين عملية عسكرية تجاه الأكراد بين الضغط على الأكراد لماذا نضغط على الأكراد؟ عندنا هدفان أو نجليه شويها المصطلح لأن الحرب ليست مع الأكراد وإنما مع ميليشيات تدعي أنها تنتسب لأهلنا الأكراد نحن لا نتحدث عن أكراد تركيا نتحدث هنا عن الشمال الشرقي في سوريا هناك توجد مكونات من كافة المكونات وتحت سيطرة قسد وهنا أيضا حزب الشعوب الديمقراطي لديه موقف مع حزب العدالة وهو يدعم حزب العمال الكردستاني قصد أنه حتى نأكدها المواجهة ليست مع الأكراد نعم هذا لا خلافة فيه لكن حاليا في يد حزب العدالة ورقتان الورقة الأولى هي القضاء بالكامل على حزب العمال الكردستاني وعلى قصد الورقة الثانية هي الضغط الضغط يأتي بنتائج أفضل من العملية العسكرية لأن العملية العسكرية قد تهدد الأمن القومي في تركيا أيضا وتنقل مستوى الصراع مع حزب العمال الكردستاني إلى مستوى أعلى وأعقد من المرحلة السابقة في الداخل التركي كيف يتم الضغط؟ يتم الضغط عبر التصريح بالمعركة العسكرية وترك الدول هي التي ترفع التهديدات تجاه يعني الولايات المتحدة وروسيا تجلس قصد أمامهم تقول لهم نحن مسكنا الأتراك قليلا إذا لم تقدموا التنازلات الفلانية الفلانية سيقوم الأتراك بهذه العملية هذا الضغط مهم جدا شو تنازلات فلانية الانسحاب من تل رفعت مثلا أنا أقول لك هذه أبسط تنازلات يعني موضوع تل رفعت ومنبج هو اتفاق مع روسيا أصلا ولا علاقة قصد بذلك مطلوب من روسيا وأمريكا تنفيذ هذه الطلبات وسينفذونها هذه من الشروط الأولى لكن لدينا الشرط الآخر وهو المهم يعني ما هو مستقبل الشمال السوري حين أتحدث عن منطقة آمنة لا يمكن بقاء هيئة تحرير الشام والمعارضة وقصد سلطات ثلاث لمنطقة آمنة واحدة يجب أن تتوحد هذه المناطق في سلطة واحدة هذه السلطة هي التي يتم مناقشتها حاليا يعني الولايات المتحدة حين قالت سنسمح برفع عقوبات قيصر عن الشمال السوري ما عدا مناطق هيئة تحرير الشام لماذا قالت هذا الكلام؟ لتترك التفاوض مع تركيا على موضوع هيئة تحرير الشام يعني إذا أردتم أن نرفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام أيضا ومناطق إدلب والمناطق هذه فيجب أن تتنازل أنه ما هذا التنازل المطلوب من تركيا أن تجلسوا على طاولة مفاوضات مع قصد فهذه الضغوط جميعا تعطي لتركيا ورقة قوية يعني الورقة القوية حين تستوي استوت الطبخة رايحين باتفاق مع فنلندا والسويد نعم أتوقع أن خلال شهر سيكون هذا الاتفاق أنا أتوقع ذلك لأنها تمشي بتسارع شديد لكن هناك جانب آخر الجانب الآخر هو في موضوع الانتخابات الطرف الآخر من الضغوط على قصد هو في تركيا هنا يعني أنت هناك تبحث عن تفاهمات عن منطقة آمنة إذن ستبحث عن تفاهمات انتخابية في تركيا من الذي أعطى لحزب الشعوب الديمقراطي حقوق انتخابية في تركيا؟ وفي هذا الوقت والحديث تتم العين على الشمال السوري أم على اليونان؟ على الجزر؟ السياسة التركية في اليونان سياسة ماكرة جداً ما هي؟ لم يقم أردغان بأي عملية عسكرية ولا يريد أن يقوم بها وإنما حرك المعارضة اليونانية ضد رئيس الوزراء الحديث شكراً جزيلاً لوجودك معنا الكاتب والبحل السياسي أحمد حسن شرفتنا لا يمال يا مرحبا شكراً لكم مشاهدين الكرام في أمان له اشتركوا في القناة